اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكس تو اكس تو واهم شي لا تنسوا تدعم المقطع بلايك خلان نبدأ بالتفاصيل في البداية خلينا اذكركم بحجم التحديث عندنا البلاي ستيشن 4 و 5 تقريبا 7 جيجا الاكس بوكس 8 جيجا البي سي 14 جيجا وبقية المنصات حل 4 و 5 جيجا بعض الاشخاص تسلهم مشكلة اذا جاء حمل التحديث يظهر حجم التحديث مرة كبير 40 جيجا 50 جيجا اذا سلك المشكلة هذه تعرف انه هذا قليتش طف الجهاز اللي انت بتلعب فيه وارجع شغله ثاني مرة وارجع حمل التحديث هيزبط معاك 100% طيب خلينا الان نبدأ بالاخبار اول شي عندنا الخريطة ما صار فيها اي شي جديد بعد كده صار معنا اصلاح جديد الان اذا قتلت اي رئيس من الرؤساء يعطيك شراب التوت اول كان يعطيك درع الان يعطيك شراب التوت عندنا الشي الثاني السلاح هذا زادوا الدمج تبعه اول كان 61 الان 63 بعد كده عندنا تم تأكيد تعاون فورتنايت وافاتار واضافوا معنا شي جديد اللي هي هذه الجزيرة هذه الجزيرة لها ثلاثة مراحل المرحلة الاولى حتكون بعيدة عن الماب بعد كده حتتقرب من الماب واخر مرحلة حتتقرب الى الماب هذا التعاون حينضاف معنا يوم 9 ابريل ان شاء الله في التحديث القادم يوم 9 ابريل تمام؟ حيضيفوا معنا تحدي جديد اللي هو انك انت تزور الجزيرة هذه ممكن الجزيرة ما موجودة الآن لكن ممكن بعد العصر حتنضاف معنا طيب خلينا بيين لكم الكرة الجليدية الموجودة في الجزيرة هذه داخل الكرة الجليدية موجود انج وابا طيب بعد كده اضافوا معنا هذه الاشياء الظاهرة امامكم اول شي عندنا مسدسة ديقل حيرجع من جديد عندنا درنقل اللي هو رشاش باستوانة حيكون بنذرة الماتيك وعندنا موز الاسياد وعندنا قوة جديدة اللي هي قوة كورا قوة كورا ماني عارف انها هتنضافها الآن او هتنضاف مع التحديات الاسكنة السري تحديات الاسكنة السري هتنضاف معنا في الأسبوع القادم ركزوا في هذه النقطة طيب خلينا اول شي بيين لكم اللي هو موز الاسياد هذا هو يعطيك سرعة ويزود دمك يعني طريقة حلوة لاحظوا معايا ويخليك تنطل مسافات يعني الجاذبية حتكون معاك حتلاقوه في الأرض وفي الصناديق وفي كل مكان عندنا قوة كورا هذي هي ما احنا عارفين كيف فات دمجها او هذي الأشياء ان شاء الله انها هتنضافت معنا حتبين معنا طيب حيكون معنا تحديات اللي هي راري للأصدقاء والجوائز هذه الظاهر أمامكم عندنا الجائزة اكس ومظلة شرعية ولون صراحة الجوائز هذه المرة ما يقضي كده لكن مشي حالكم ما ادر هذه الجوائز هتنضافها الآن او غدا او في الأيام المقبلة لكن الآن نزلت في ملفات اللعبة فأول ما هتنزل ان شاء الله هسوي لكم مقطع يشرح لكم كامل تفاصيل الجوائز بعد كده تم تأكيد تعاون فورتنايت وشركة نيكي شركة نيكي اللي هي العلامة التجارية وحيكون عندنا طور إبداعي صراحة طور الإبداعي ما نعارف إلى الآن انه حيكون فيه تحديات جوائز مجانية او لا لكن ان شاء الله أول ما هعرف الشيء ذا هنزل لكم مقطع اشرح لكم كامل التفاصيل حتنضاف معنا سكنات جديدة عندنا هذه ولها ثلاثة ستايلات الستايل الأول الستايل الثاني والستايل الثالث حتنضاف في متجر العناصر بس إلى الآن غير معروف الموعد طيب عندنا حيكون فيه ركسة لهم هذه الركسة بس الركسة ما موجودة في الحزمة فممكن الركسة هذه حتكون مجانية إلى الآن غير معروف طيب فك التشفير عن جميع جوائز الاسكنة السري وأنا نزلت مقطع يعرض لكم كامل تفاصيل الاسكنة السري وجميع الجوائز تمام بعد كده عندنا قوة هايدس صار فيها إصلاح جديد أول كانت تدمج ثلاثين الآن صارت تدمج أربعين زادوا القوة تبعها بعد كده عندنا اللي هي حقيبة فينيسيز هنحصل عليها مجانا بس إلى الآن غير محدد موعدها يعني حيكون عندنا فيه بت مباشر حق فينيسيز هنشاهد البت ونحصل على الحقيبة بس إلى الآن غير محدد الموعد بعد كده عندنا الاسكنات الفائقة أو الاسكنات الفائقة الاسكنات البيت الباس صراحة الاسكنات مرة حلوة طيب عندنا اسكن مايدس أو حزمة مايدس هتنزل في مجر العناصر يوم سبع وعشرين مارس يوم سبع وعشرين مارس طيب الأشخاص اللي لعبوا البطولة أول ما يشغل اللعبة إذا أنت جاتك الحزمة تعرف أنك انت ربحت في البطولة إذا ما جاتك الحزمة هتجيك شاشة التحميل فقط شاشة التحميل إذا أنت حصلت على تمانية نقاط من البطولة حيجيك شاشة التحميل أنا حصلت عليها تمام وهذه الحزمة هتنزل في مجر العناصر وحيكون معها الحزمة الليغو وحيكون لها استايلات ثانية الاسكن له ثلاثة استايلات عندنا الاستايل الأول والاستايل الأخضر والاستايل الذهبي هذا الاستايل الذهبي حيكون تفاعلي يعني كل ما تقتل كل ما يتحول الاسكن للون الذهبي بعد كده عندنا مجر العناصر والأشياء اللي تخص مجر العناصر عندنا أول شيء اللي هي يعني بشرة للجميع إنه حزمة كريتوس حتنزل في مجر العناصر ما إحنا عارفين الموعد لكن ما تأكدت مية في المية حتنزل ممكن اليوم غدا أو في الأيام المقبلة الله أعلم طيب كثير من الأشخاص بيسألوني عن سعر الاسكن سعر الاسكن سابقا كان 1500 في بوكس الحزمة كان قيمتها 1200 في بوكس تمام يعني حاول اللي يبغى الاسكن يحاول يجميعه في بوكس من الآن علشان أول ما ينزل يقدر يشتري الموعد غير معروف يعني كثير من الأشخاص حيسألوني الموعد غير معروف بعد كده عندنا هذه هي حزمة الطاكم وحتصدر إن شاء الله في واحد إبريل وعندنا هذه السكنات جديدة حتنزل في مجر العناصر وهذه حزمة كمان جديدة عندنا هذه الحزمة ركزوا في هذه الحزمة تمام هذه الحزمة صراحة الاسكن هذا سووا له استائلات مرة كثيرة لكن الحزمة هذه إذا نزلت حيكون عليها تخفيض جميع الأشخاص اللي حصلوا على جوائز رالي للأصدقاء السابقة اللي هي اللون والأيموجي والآكس وحقيبة الظهر حتطلع عليه الحزمة هذه بسعر مرة حلوه فاللي عنده الجوائز هذه حتنزل الحزمة عليها حيكون له تخفيض في الحزمة فهمتوا كيف؟ موعد الإصدار كمان غير معروف عندنا هذه كمان حزمة جديدة وهذه حزمة جديدة اللي هي حزمة مارفل اسكنات مارفل تمام؟ أول مرة صراحة يضيفوا للحزمة رقصات يعني هذه الحزمة حتكون فيها رقصتين والحزمة هذه حتكون بالدولارات مو في البي بوكس بالدولارات إن شاء الله أول ما ينفكت تشفير عنها حسوي لكم مقطع يرد لكم كامل تفاصيل الحزمة وهذه الرقصتين اللي تكون موجودة معها صراحة الصوت وما في لأنه هيش رقصات بأغاني هذه الرقصة الأولى وهذه الرقصة الثانية طيب عندنا هذه كمان حزمة جديدة وهذه حزمة جديدة ولها ستيلين وصراحة الاسكن هذا مرة خيالي يعني تحسوا اسكن حق تعريق وهذا الاسكن موجود الآن في مجر العناصر يعني بعد ما تفك التشفير تفك السيرفرات إن شاء الله سأسوي لكم مقطع يرد لكم كامل الأشياء الموجودة في مجر العناصر وعندنا هذه سيارة جديدة كمان في مجر العناصر عندنا رقصة جديدة ستنزل لكن غير معروف موعدها هذه هي ما يقدي كده بس كويسة طيب عندنا في بوكس كثير من بعض الأشخاص أول ما حيشغل اللعبة حيوصلوا في بوكس 950 في بوكس على كلام المسربين هذا التعويض للأشخاص اللي صارت لهم بعض الأخطاء في البتلباس في بعض الأشخاص صارت لهم أخطاء في البتلباس أول ما حيشغل اللعبة حيحصل على 950 في بوكس بعض الأشخاص حيشغل اللعبة ما يحسل في بوكس يعني ما في داعي أنك أنت ترسلي في التعليقات تقول لي أنا ما جاني في بوكس ما جاك خلاص انتهى لأن أنا كمان شغلت اللعبة ما جاني في بوكس بعض الأشخاص جاهم وبعضهم لا وكل المسربين ذكروا أنه هذا تعويض عن البتلباس لبعض الأشخاص اللي صالهم أخطاء في البتلباس فهمتوا كيف؟ طيب إحنا كده خلصنا من الأشياء اللي تخص البتل رويل الآن خلينا نتكلم على الأشياء اللي تخص الليجو نزلت أشياء مرة كثيرة عندنا أول شيء إصلاحات جديدة حنسويها حتنضاف معانا حنقدر نصنع العجلات هذه حنقدر نصنع الأشياء هذه اللي تخص المركبات وحنقدر نصنع السيارات هذه الظاهرة أمامكم سيارات صغيرة وسيارات كبيرة وشوحنات خلينا أوريكم كل واحدة لوحدة هذه هي هذه الأشياء نقدر نصنعها الآن طيب في عندنا هذا الجهاز حنقدر نصنعه هذا الجهاز نظامه إيش؟ الأشياء اللي أنت تتخلص منها أول كنا إيش نسوي فيها نرميها لا هذا الجهاز الآن يسهر لك أي مادة ما تبغاها وتحول لك إليها إلى موارد تمام؟ في عندنا هذه اللي هو الطاقة هذه الطاقة حنستخدمها في صنع السيارات المولدات هذا مقطع صغير يبين لكم نظام الأشياء شايفينها اللي نقدر نصنعها الآن السيارات طريقة صناعتها مرة حلوة وحيكون استخدامها كمان مرة حلوة شايفين؟ طيب هذا كل شي كان عن التحديث الجديد 29.10 إذا ظهرت بعد كده أخبار تانية حنزلكم إياه في المنتدى وفي الدسكورد وفي الاستجرام وفي الاسناب اللي ما ضعفني في التواصل يحاول يضيفني لأنني أنا دائما بنزل الأخبار أول بأول عن طريقة التواصل في رابط أسفل كل مقطع موجود مكتوب عليه التواصل مع الصياد تضيفني بالطريقة اللي تعجبك تمام؟ وإذا ظهرت أخبار كثيرة إن شاء الله حسوي لها مقاطع خاصة لوحدها كده وصلنا النهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الأيتم شوب X2 X2 وهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وإن شاء الله يتقابل مقطع آخر وفي أمان الله اشترك في القناة